طبعاً أنا مجدد ليكنش أنا أعطيك كل بطبعاً فيما هو صارد ليجي جديد بيأس الحدي عم فيه زيادة عم مدر بطريقة وحديا أجيباً جيكي جيباً 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 أجيباً أجيباً السجنة اليوم لما أكبر نتقدر نيور أجيباً 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 شكراً أولي شي بحث أشكر جيتمش على استضافتهم ونحب أشكركم أخر قوة من من قاركم المشهول جيتو بس أجيباً جمعاً أجيباً أكيد أجيباً 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 أولي شي يعني ما بدي هاي تكون أكتر كمحاولة أنا أنا ححكي وأيادة إشي اللي بتحبو طحوني فيه تحبو نتسكس أيادة إشي تشوفوه إنكم ما يطلقوا عليه أجيباً تحكو عنه وشغل الثانية زي ما لاحظته أنا بضمي أرغب أجيباً العرب والإنجليزي فإيادة إشي أحكي بالإنجليزي مش بأني ما تطفوه أحاول أن أرغباً أحكي بالعرب بس كتير مرات ما بس إلعادة إشي طيب أوكي بس من هذا الريئ الحكتب من أنه محدد بس الآيديا هي أنه أخليكم تطلعوا من هذا الطاق ويكون في عندكم انتباع معين اللي بشرح أو بيخسر أو بوضع ليش اليوم الإنترنت تطعوا واقع جديد إلى أي مهداً مش بس هون وعنها في العالم كله اللي بده ينشئ بزنس أو كامپني بجديده وليش هدا إشي ما كان موجود قبل في التاريخ تبع أو التاريخ اللي نعرف ممكن في التاريخ اللي نعرف ممكن في التاريخ اللي نعرف أول إشترينا بنحلي شوي عن الانترنت إذا اليوم ما في حالة العالم اللي بشك في الامباكت طبعا الانترنت على حياتنا من جميع النواحي أنا بقول لكم يمكن أن يكون هذا عمر مطباة كما أنه هذا اليوم هي التلمة اللي موازي لما شمع من جميع النواحي الواقع هو أنه الانترنت في العرب الأخير أثبتت أنه مش بس بتضم الأثير على الجهات الإقتصادية في حياتنا وإنما كمان بتغير السوشال التاريخ اللي إحنا متعودين عليه وكمان بتغير السياسة والواقع وطبعا هاي الشيخ مش قتناها أولاً بسنينة كثيرة إن كان سعيدة للمسيطة هنا يمكن أن تخبرني أنني كنت قرأت هذا بسرعة بس أيضاً إنه ليس سوكربرغ هذا رائع إنه ليس كبير إنه كبير كبير إنه يجب أن يكون سوكربرغ طبعاً إنه سوكربرغ ما عالش ما هو يهود إبنة المسرعيش إيه 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 إذا تطلع عمال آخر عشر سنين عمالكم تحقا عن إيه 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 هذا من الأخير إيه تطلع عن المسيطة إيه عندك إيه بس باردو إمان للتعليم والكتابع 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 في الحظمة أول الناس اللي حكوا أو اشتهروا في الحظمة و استعملوا الإنترنت لتنحط نجح الناس على أغرار الأمراض لتنحط النجاح العروض كانت في أبداً في الأوباما كانت فيه أبداً قبل سنتين بس طبعاً احنا ربشنا أوباما و ربشنا طبعاً مصريين إنه من ناحية من ناحية التواتي والتكوشين اوكي؟ اذا هذا الانترنت و هذا الانترنت بس خلينا نطلع شوية نرجع نكمل خطر الوراء و نطلع على شو واقع الانترنت بالنسبة لأشياء تانية اللي حصلت في التاريخ طبعنا و مش عمالي بطلع بس خلينا نرجع شوية لعصر ما قبل المطلع المطلع اللي راح اللي راح نلاحظه انه في انواع معينة اللي بتسير من ناحية التغيير اللي هي تتسمى التغيير التغيير اللي هم نوع من التغيير اللي بوقفك في نقطة معينة من كيف انت كنت تتعيش حياتك و بيفرض عذلك واطع جديد وهذا بصير على مستوى الانديجول بصير على مستوى الانديجول وبصير على مستوى الانترناشنال طبعا على مستوى الدول ما تتعيش تتعيش اكثر على مستوى الانديجول انه لما يبدو في بدايتهم عمرك ما بتعرف انهم سيكون الانديجول و بتطلع على هذا الاشي في كل النواحي اللي ايه في كل الانديجول اللي احنا حطينا هون الانديجول ب1440 لما هاي اللي برس انعملت، اول اول برس انعملت، اللي هي كانت بري اركيك يعني مش اشي هالبيك ديب، بس كالتكنولوجي الامباكت تبعها اللي كان رح يصير في السنين عشرات السنين ومئات السنين اللي تلت فاعدها ما كان حدا يقدر يتصور على كيف هادا الاشي اثر على الستفرد من ال知識 من الابility for people to access knowledge all over the world من الف وارموية وارمعين وهادي كانت اول مقطة اخترعت فيها او طلعت فيها او صف لبراس اخذ لتنو صار كمان disruptive change من هالنوع لحق الف وثوانمية وخمسين عمالك تحكي عن اخطر من قديش الارضعمية سنة عاول ما اجا كمان disruptive change اوكي واللي هي الاندسترية الاربولوشن وكلكم تععفوا عن الاندسترية الاربولوشن وشو كانت افاق تبعها على العالم العاشي فيها لاحز انه الالكترونيك ربولوشن واللي جابت انه البرسونال كومبيوتر اوكي بداية او بداياتها كانت باوائل السبعينات فمن الف وممارية الخمسين لأف وستعمائة وسبعين مئت سنة من أربعمائة سنة لمئت سنة اوكي فانت بتلاحظ انه الوقت اللي بياخد اللي بياخد ما بين ربولوشن معين والتانية عماله بيصدر عماله بيصدر بشكل متساعد طبعا هذا الاشي لسه ملاحظة اكتر اكتر لما نبدأ نطلع على الانترنت لأن الانترنت هي بحد ذاتها ماشي تغيير destructive change هي بحد ذاتها ولكن الاشي الانترنت انه في داخلها عماله بيصدر aftershocks زي ما تقول زي الفكورت لما تدرم ويصدر بعدها aftershocks الانترنت عمالها تغطينا aftershocks اللي في داخل هذه the disruptive change عماله بيصدر بدنا نقول many disruptive changes متتاليات واحدة وردتاني ما بتقدر انت تطلع من واحدة ما تحتاج تطلع من واحدة إلا جيدك التاني وهلا نحكي عنها دولا بس إذا بتلاحظ الانترنت يعني تعمل بتحكي لما بديت بالطريقة اللي نعرفها اليوم بداياتها كانت في أوائل التسعينات بداياتها كيف نعرفها اليوم الانترنت اختراعها كانت أقبل قبل التسعينات بكتير بس كيف نعرفها اليوم اللي هو اللي احنا نحكي عنها اللي كان اللي قطعا مولتيها الانترنت اختراعها كانت يوائل التسعينات لبراوزر والفامس براوزر ووالفامس براوزر wars إذا كانت أحد منكم تذكر بس كيف نعرفها بس أمان نحكي عن تقريبات من 18 سنة 16 سنة بين مايكروسوفت وبين نتسكين إلى آخره هادي بس بديد في الخمسة والتسعينات ولهو ايديا براوزر أما اللي كنت تحكي عن يعني براوزر 1.0 تلاتو تسعينات ماشي اكبر تلاتو تسعينات هادي بس انترنت لاتحكي أنت جوجل لما أجح أغيير اللي ارسل الانترنت مابين اللي ادقى السنة وما ببين أي جهة جوجه لا تستعينا الايديد في 15 سنة أو 20 سنة That's it. Alright. وبعدين بجعين تلك web 2.0 و social networks والآخرين وهادي انتم معاصرين فما فيش حاجة انا احكي لكم ماذا اخذوا ايطعم هذولا اشياء اجراء. Alright. وكل واحدة لحداتها is a disruptive change. فخلينا شوية نحكي عالالالالترنين هابل ما نحكي عالالالترنينورس وهابل ما نحكي عالالترنينورس إنه جيد انه نطلع على ليش بتصير success بهذه. طبعا في كل الأشياء اللي بتسمعوها وكمان رأتسمعوها هلا. إنه لازم you know work hard, be smart, be you know don't accept failure وكل هذي is very good stuff. Okay. بس اليوم إذا كنا نيجي نحكي إذا أنا بدي أسألكم هلا. أعطوني اسم شركة ناشها في عالم الإنترنت. شو بتقولي؟ Google Google غيرو Facebook غيرو Twitter غيرو غيرو ها؟ ياره هذول يعني بسيكلي هارتاوك يعني I think I've got all of them Google, Facebook, Twitter حبتت أنه LinkedIn. ناشي. Okay. So the interesting thing to understand هو إنه هذولة اللي إنت ذكرتوهم هم outliers, exceptions, anomalies. شو يعني what do I mean by that. شو أنا بحاول أسكور. أحاول أحكي. إذا تطلع على هذا التشارت. إذا عملا بنحكي إنه هونتي عند الادابشن. والأميبا الادابشن. ماركت أدابشن. Okay. لأن التكنولوجي. You can have technology in the labs. And you can be very happy about it. And it could be the most GST thing in the world. إذا مصر لها الادابشن. والعالم ما استعملوها. It's useless. Okay. With all the respect. أقولوها لالاختراع. وللمخترع. وللجينيس. ولآخرين. دعنا نحكي عن الادابشن. مماشي. في عندك several key phases. في كل تكنولوجي وإذا بتيجي. إن كانت الأشياء اللي كان عنها من زمان. أو الأشياء اللي نحكي عنها هلا. في عندك الإيرلي phases. إذا هاي phase هنا بتكون الاختراع. مماشي. و... 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 بسيارة لديه إلا كثير من المخترع. والمخترع. والسرقين حوالهم. و... و... بعدها بصير في عندك إنشاء الروح. بس لا تقنيق الإيجاب الوكس. و... وبعدها بيجي عندك الماس الدعب. و... وبعدها بيجي عندك الترانسشن. الانتركانور اللي تفعل كل شيء صحيح وانه يمتلك كل شيء صحيح الانتركانور اللي تفعل كل شيء صحيح في تحديد مدى النجاح تبع ونوعية النجاح تبع ماشي هلا إذا أنت تريد تطلع على مثلاً search space ونطلع على الأشياء اللي ما قبل بوجل الأشياء اللي ما قبل بوجل كانت there were several search engines موجودة هم كانت InfoSeq وإلا InfoSpace وإلا AltaVista مبارك زي حالا منكم سمع عنه search engines موجودة 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 اللي اليوم تسمع عنه مش موجودين okay the only two that really survived to a bigger extent من هاي الperiod okay طبعاً في search engines تامي اللي طلعي خبعدين it's in this period okay بس في هاي الperiod search engines موضمهم اللي كانوا في ذاك الوقت اوكي عم نحكي ما في أواخر التسعينات وأوائل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ